انعقتت الجولة الخامسة عشر للجنة التشاور السياسي بين مصر وتونس وذلك برئاسة كل من وزير الخارجية سامح شكري ونظره التنسي نبيل عمار وبحضور وفدي البلدين واشهد الوزيران خلال جولة المشاورات بما تشهده العلاقات بين البلدين من تقدم مستمر وملحوظ في السنوات الأخيرة حيث أكده على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق والتعاون إزاء جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يهدف إلى الارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجية ويحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين كما تطرقت المباحثات إلى الاجتماعات رفعة المستوى المنتظر عقدها بين الجهات المعنية في البلدين خلال الفترة المقبلة ومن بينها اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين وكذا اللجنة التجارية المصرية التونسية المشتركة فضلا على استمرار التنسيق من أجل تفعيل المنتدى الاقتصادي المشترك